ما معنى الهمز واللمز؟ الهمز واللمز لهم معنى واحد وهو الطعن في الناس وفي عيوبهم وقد فرق بعض العلماء بينهم فقالوا إن الهمز أشد من اللمز وقال آخرون إن اللمز يكون باللسان والهمز بالفعل كالإشارة باليد أو الرأس أو الغمز بالعين وقيل إن الهمز اللمز من الفخر والكبر قد ورد في الآية الكريمة ويل لكل همزة نمزة فالهمز هنا كثيرو الهمز واللمز هم كثيرو اللمز والهمز بالفعل تعني أيضا أن يسخر من الناس بلوي وجهه أو العبس به ومما يرد في الفرق بين الهمز واللمز أن الهمز يكون في ظهر الغيب ويؤذي جليسه بسوء أما اللمز فيكون في الوجه فيكثر على جليسه عيبه ويشير إليه ويومئ بعينه وردت لفظة الهمز اللمز في غير موضع في القرآن الكريم في قوله تعالى ويل لكل همزة نمزة ويقال إن المراد بها الأخنس بن شريق وقيل إنها لغيره وقول ثالث أنها عامة وكان عقاب من يفعل ذلك أنه يلقى به في جهنم وسميت هذه الصورة بصورة الحطمة وهو اسم من أسماء النار لكونها تحطم من فيها وتحرق أفئدتهم وهم أحياء وقد ورد اللمز أيضا في قوله تعالى ولا تلمز أنفسكم وقد جعل الله سبحانه من يلمز أخاه كأنه يلمز نفسه وفسرها ابن عباس رضي الله عنه بأن لا يطعن بعضكم على بعض إن أحد أسباب اقتراف المسلم لهذا الفعل من غيبة الناس الاستهزاء بهم والسخرية منهم هو احتقاره لهم وحسدهم وكراهيته لهم وعلاج هذا الفعل المشين يكون بذكر عظم هذا الذنب وذكر عقوبته في الدنيا والآخرة فصاحب هذا الفعل ممقوت عند الناس إضافة إلى ما ينتظره من عقوبة في الآخرة فإذا تأمل عاقبة فعله فإنه يراجع نفسه ويعالجها